انت في منطقة الماجوريتي او الاغلبية او بصفة عامة شديدة الارتفاع نسبتها معاك تأكد دايما انه فيه هناك عناصر نجاحك يضايقها وهي مش من ننا مش من التركيبة بتاعت المصريين كلهم اللي دلوقتي هما بعتين لي عشان اقولك هما بيحبوك قد اوصل لك رسالة انهم شايفينك فوق في السماء شايفينك شخصية عظيمة شايفينك هدف وطارجتي وصلوله زيك الحبة اللي ما بيعجبهمش كلامك احنا كلنا مش عجبينهم فبالتالي واذا ما كانوش موجودين انت فيك حاجة غلط لانه لا يمكن الاجماع على اي مخلوق في الدنيا لكن لما يبقى التارجت محدد وواضح ان انا عايزة خربش سورة محمد صلاح باي شكل ده ده تارجت عبيت ومفضوح وبالتالي لا يلتفت ليه خالص ليه لان انت طول الوقت بتحاول تكون مفيد وما بتحاولش تطرح فكرة اه الناس قد تختلف عليها مش عارف زي ده ايديولور ما فيش الكلام ده انت باني قدم مسالم وبسيط جدا وبعدين اللي أنا عايزة أسأله لك وإنت صغير لما أنت بتاخد قرار أنك هتبقى ماشي في السكة دي بتبقى حصلت حاجة يعني وإنا صغير أقول مثلا لا أنا مش هعمل كده العيال دي مش همشي معها لأنه حصل كذا أنا طريقي زي ما أنت كنت بتقول ممكن أبقى جوزائي شوية لكن أنا قررت ما كونش جوزائي يعني في أشياء حصلت وإنت صغير تقولك أو أنت تخذت قرار أنك مش هتلعب اللعب ده حتلعب في الخط ده إيه هي؟ أنا دايما أخاف على أكل عيشي خايفي أنا عايزة أبقى لعيب كورة بدور على كل حاجة عسي أنا أبقى لعيب كورة فكنت بشوف دايما إيه صح هنا وأعمله إيه الغلط هنا ومعملوش دايما بحاول أتجنب الغلط بشوف دايما ببقى مع أصحابي وبشوف هم بيعملوا إيه غلط لو حد بيصهر لو حد بيخرج في وقت غلط لو حد بيعمل كذا حاجة لأ أنا عايزة أعمل كل حاجة حياتي كلها مبنية لكورة فبحاول أعمل كل حاجة عشان أوصل للهدف اللي أنا عايزة أوصل له فدايما بتبقى كراراتي معظمها الأول يعني وأنا لكورة بس أنا عايزة أعمل أي حاجة تخليني أوصل لعيب كورة كويس لسه صغير كان عندي 14-15 سنة وخلاص بدأت أعيش في القاهرة فكل هدفي في الحياة إن أنا معملش حاجة غلط خالص عشان خاطر أوصل إن أنا بقى لعيب كورة كويس عشان ده أكل عيشي ده اللي أهلي كانوا بصرفوا علي عشانه وبصرف كتير وبسافر ووقت وفرهادة كتير فكنت دايما خايفة على أكل عيشي كان بشوف أمثلة كتير لعيبة مواهب كويسة وكانت فيه مواهب أحسن مني بس كنت ببص عليهم كوفهم على المشاق والتمرين ونفس القدر وكنت دايما بقول يا رب هم هم إزاي ممكن يوصلوا للفريق أول ويعابوا في الفريق الأول وهم كده حتى لو مواهب كويسة أكيد في حاجة غلط سبحان الله أنا كملت المرحلة كبيرة وهم حتى هم مواهب أحسن كمواهبة بس عقليتهم نفسها بحس إنها مختلفة اللي هو أنا أنا عارف إن أنا لعيب كويس أنا هاجي تمرين نهاردة مش جاي النهاردة هروح ماتش بكرة مش جاي بكرة هتخاني مع المدرب لا أنا في ناس من أقرب صحاب لي يعني اتخانوا مع المدرب قدام عيني وأنا ما ليش دعوة ما ليش دعوة بإخناقتك والتاني بيتخاني أقول له مع المدرب عشان خطره أنا مرغم إن إحنا قريبين أنا هتخاني مع لي أنا ما ليش دعوة فوكست أنت فوكست جدا على هدفك يعني بس أنا مش قادر أفهم اللعيب هو صغير هو شايف إن هو أجمد من المدرب إزاي أو هو شايف إن هو جمد أو إزاي أنا ده اللي مش قادر أفهمه ده اللي أنا بحس إن أنا مش قادر أفهمه ونقطة كمان لحد دلوقتي النفسي تتغير إن المدرب واللعيب في مصر لازم يبقى بينهم علاقة إن إحنا نقعد نتكلم مع بعض ومش شرط إن المدرب هو المدرس بتاعك بيضربك لا إحنا ممكن يبقى فيه كلامة بيننا أنا ما أولتاشها بكده كتير بس هي دي نقطة مهمة قوي عشان هي أخذت وقت طويل مني هي إن أنا أبدأ أتغير أصلا مع مدرب مش عارف أنا في مصر مدرب أقولك شمال يمين ده أو مدربين ما تكربش إن هما دلوقتي هتضايقوا مني بس ده الواقع فمع الوقت لا أنا ممكن تقولي شمال أقول لك لا أنا لو رحت يميني أحسن لا أفردش عليك رأيّه بس أقول لك رأييه وجهة نظري فأنا ممكن صلح لي أحسن لو حظي وجهة نظر صح آآ ن а Creation بس هو في مصر الموضوع مش كده فنطلع عندنا خوف من المدربين ساعة الخوف ده بيقل بالنحاة الثانية اللي هو اللعيب بقى لأ أنا مش اسمعلك وش عامللك بس لو في مع بعض أكتر واحسن هيفق فيه طريقة إن هما يوصلوا للحل يفيد الفرقة لأن في الأخير المدرب عايز اللعيب بقى كويس. طبعا. المداري عايز اللعيب عايز يفيد نفسه ويفيد الفرقة. طبعا. فأنا دي حتة لازم بحيس انها لازم تتصلح في المصر. لازم يبقى فيه المداري واللعيب ما بينهم كلام ان هم يقدروا. زهر يكون مخرج. تكلم مع بعض. تقول ده انا شايف ده انا شايف ده. بس في الكورة اللعيبها مش ما بتبقى. انا كان مخرج في المصرح بالذات مثلا يقول لي. وانتي بتقولي الجملة دي تحرك من هنا. انا اقول له ليه. ايه اللي دفع بتاعي ان انا اتحركت من مكاني روحت هنا فيقول لي. هو عايز يوزن. يعني الحاجة اللي عاوزها غير اللي انا عاوزها. انا اللي بقول الكلام. انا اللي هعرف اقول وانا ماشي ولا وانا بعض ولا وانا افاهم. فوجهات النظر لازم تلتقي. في الكورة مش كده. في الكورة شوية مش كده. بحيس في مصر يعني. ما تبقى الكورة مش كده. اللي هو مداري بيقول. هعملها وانا متدهي. بس هعملها عشان يعني. انت فاكر نفسك. فاهم كل حاجة. وده بدي انطباع. ان اللعيبة لما بتتكلم ورا المدرب. بدي انطباع مش حلو جوه الفرقة. ان هو حاس انت مش فاهم حاجة. حاس انت مش فاهم كل حاجة. فانا شايف انها ممكن تبدأ من مدرب اكتر. لان المدرب هو صاحب الكرار الاكبر. فالمدربين هم اللي بدأوا يغيروا الفكرة دي. ان المدرب بيكلم اللعيب انه ممكن تكلم. لو انت شايف حاجة غلط. ما تجيش تصلاح لي. وتيجي تقولها بشكل وحش. انت بتيجي تقول رأيك. انا شايف ده ممكن يتعامل كذا. مدرب يسمع. هعلى اللي كانت من الفرقة. فالموضوع هيتغير بشكل كبير. ده قرار انت خدته من مشاهداتك لطريق التعامل للمدربين واللعيبة في المقاوليين مثلا. لا ده انا تربيت عليهم من مصر. هو كده احنا بنسمع بس. ولما طلعت في اوروبا بدأت تشوف ان المدرب بيكلمك في حاجة. ومنتظر وجهة نظرك. بس انا انا خايف اقول وجهة نظري. لو قلت ممكن لو قاعدني احتياطي ما يلعبنيش. كذا كذا كذا. بس دلوقتي لا. يعني مع الوقت. اتشفت ان في وجه اخر. لا. هو بيقولك عشان تقول وجهة نظري. انت انسان. هو مدرب يعاملك برضو ان انت انسان. انت لك ان انت تقول وجهة نظرك. ما تفردش على وجهة نظرك بس. ما تفردش كلاعيد تفرد على المدرب بس تكلمه في وجهة نظرك. انت شايف دك وعيز تكلمه فيها.